يا رب يردوا مش هفين نكسب حتى في الجيم ايه الفشل ده افد عليك المحل قومتان غريبة هترى مين ده السلام عليكم ايه يا فندم ازاي حضرتك يا يمين معي ده رقم السفارة المصري يا فندم صح انا جبت رقم ده من عنات اه انت عايز تسافر اه اتفضل يا ابني اه يا فندم اه يا فندم بكير احنا بخصوص اللي احنا عايزين نرجع مصر اه يا ابني انت زيارة ولا ايه لا لا يا فندم انا مش زيارة انا كنت مقيم بس خلاص انا لغيت الاقامة بتاعتي ودلوقتي انا مفروض ان انا عامش اخدر البلد يعني لا يا ابن احنا عندنا اولويات انت مقيم احنا عندنا اولويات لا يا فندم اولويت خلينا اشرح لك يا فندم بس خلينا نشرح لك مفيش حاسمها اولوية يا فندم في انا راجل انا دلوقتي مصري وعايز ارجع بأولويت ايه يا ابني بقولك الزيارة هو الاولى انت راجل مقيم عندك فلوس ايوما يا فندم هو الزيارة دوا كان جاي بتأشيرة مدتها 3 شهور وخلصت وعايز اروح لان فلوسه خلصت وانا واحد كنت قاعد لمدة 3 شهور 6 شهور سنة سنتين برضو خلصت العجاب تاعتي وعايز ارجع فاحنا الاثنين عايزين نرجع واحنا الاثنين معناش فلوس يا فندم يا ابني احنا عارفين شو عدونا كويس يا ابني احنا عارفين شو عدونا كويس يا فندم اي حد مواطن مصري يحقل ويرجع يا فندم ده قانون يا فندم ودستور احنا نقول مين يرجع ومين ما يرجعش يا ابني احنا عارفين شو عدونا وانت بشو اخب بالك يا ابني ان احنا عندنا ازمة على عين وراس يا فندم في ازمة وفي كل حاجة انا بكلم حدثتك وفاهم والله وما عنديش مشكلة خالص احنا ما قلناكش يعني ادفع عنا فلوس او كده احنا ندفع تذكرة طيران تذكرة الطيران غالي يا ابني هل معاك تذكرة طيران تقدر تتسافر يعني في الايام العادية تذكرة الطيران بتبقى رخيصة واصلا الطيارة بتبقى فضيها يعني الطيارة بتبقى فيها نص او خمس سنين في المية منها دلوقتي ليه اربع ضعاف يا فندم احنا مستكتين يا ابني يا فندم حتى لو ضعف يعني عشان نقول رايح جاي لو ضعف السعر ما فيش مشكلة احنا ما عندناش مشكلة لكن الاسعار وسط الاربع ضعاف يا فندم وبعدين اصلا مفيش طيران يا ابني اطمن الدولة مستكتة يا ابني احنا ان شاء الله نخلص لك الموضوع دعا فعرف فرصة ان شاء الله بنسمع الكلام بقى انا شهر ونص يا فندم شهر ونص عاديم بنسمع ان فيه سات الوزيرة اجتمعت مع سات الراي بنسمع الكلام ده يا فندم ايه المهم النتيجة يا فندم بعدين انت تعرف ان فيه حجر صحي ولا ما تعرفش فيه حجر صحي 14 يوم يا حبيبي انا ما عنديش مشكلة حجر صحي 14 يوم انا ما عنديش مشكلة بس ما تعدناش في 7 نجوم و 5 نجوم يا فندم يا فندم انا كحيان كحيان مش لاقي. ايه ابني اللي عايز السافر لازم يكون معاه فلوس ويكون جاهز. احنا مش هنصرف على حد. لازم تكون عارف كده كويس. طيب يا فندم انا معنديش مشكلة في اي حاجة في شروطكو بس يعني مش عارف. طب ليه ليه خلص نجوم يعني يا فندم وليه مرسى عالم يعني. يا ابني احنا عارفين شو عانونا كويس يا ابني. طيب احنا احنا هنتصرف. كده بنصرف هنا هنصرفهم في بلدنا. مفيش مشكلة خالص. ما عنديش مشكلة. نمشي يمتي يا فندم. ابعت بياناتك كده وربنا يسهل انشوف الموضوع ده قريب يعني. معنا عارفش لسه. ربنا يسهل. ادعي كده اقول يا رب. معلش مين حضرتك يا فندم. شغال اي يعني حضرتك. فيش حاجة في ايدينا يا ابني. تهتكفروا اللي ايه. انا الزابط بها جات مسؤول الامن في السفارة. ايه الناس دي. قادي اخرت خدمة المصريين. حسبنا الله ونعمل وكيد.